سلام عليكم ازايكم الحباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وايه سيدة جديدة سيدة النهاردة سيدة الفرحة والجمال والسرور سيدة اللي احنا كلنا بنحبها واللي احنا كلنا دايما دايما كده بنبقى بنستمتع واحنا بنتفرج على الفيديو بتاعها فيديو النهاردة طبعا ايه سيدة مغربية ولكن هي عاشة في دولة اوروبية طبعا كل دا انتو عارفينه ولكن النهاردة تعالوا نشوف افكارها الجديدة وتجديدها كمان لبيتها وتغييرها وتنظيمها ليه هيكون عامل ازاي وهيكون مختلف كمان بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش دعمكم ليه باحلى لايك كده منك وكمان لو انتي اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو دا اكيد طبعا يستايدني وجودك معايا واشترك في القناة وفعالي جرس على الكل واكيدة تنضم العالتي وجودك دا شرف على ابناغي من فوق ربنا يدمكم نعمة في حياتي وخليكم ليه اغلى واحسن ناس في حياتي حبيب قلبي الغالين والله بحبكو كتير ربنا يدمكم نعمة في حياتي يا رب لسه دعواتنا كده الاهل فلسطين شغالة كده ربنا يا رب ينصرهم ان شاء الله نصر لهم عن قريب يا رب اللهم امين طبعا هنا اول حاجة هي ابتدت بيها هي غرفتها زي ما انتو شفتو هي عاملة غرفة كده والغرفة دي بتاعة الزهور وكمان الكوشنز هنقول يعني غرفة ليه الخزين بتخزن فيها كل الحاجة اللي هي مش بتستخدمها وكمان برعاية الضابل فيس اللي بجاد منتشر دلوقتي معادش حد بيخرم في الحيطان خالص الضابل فيس كده بتحط فيه الطابلو بس ها بيكون متين شوية وبتبتدي تلزيل طابلو بتاعك بكل سهولة طبعا هنا الكمود بتاعها او بتاع التسريحة او بتاع الكمود يعني حطت فيه كل حاجات هي بتستخدمها من نسبة للميكوب واي حاجة بتستخدمها ومندير وهكذا زي ما انتو شفتو وبما ان الذكور هي حابة جدا جدا اللون الروز او اللون البينك زي ما انتو شفتو يمكن هي بقالها فترة سبتع اللون الروز ده او اللون البينك ولكن هي يعني هي حابة وطبعا انتو عارفين اي بنتة او اي بنوتة بتحب لون البينك لان هي بنوتة تعالوا نشوف غرفة ابنها النهاردة وهتنظمها ازاي وترتبها ازاي جبتلكم فيديو قبل كده ليها برضو وهي كانت بتنظم الغرفة عند ابنها برضو او غرفة الملابس فهتبتدي كده ان هي تنظمها له هي بتقول ان كل وقت بتنظمها له بترتبها له ترتيب حلو كده طبعا ملابس الشتوي ولبس الكورة وكل حاجة هو بيستخدمها زي ما انتو شايفين بالشكل ده هي قوضة بسيطة ولكن القوضة داخلها الغرفة بتاعته يعني هنقوم زي غرفة دريسنج كده بس هي داخل الغرفة عنده يعني وبعد كده بقى هتنظم له القوضة بتاعته زي ما انتو شايفين كده تنظيم حلو علشان يكون كل حاجة نلايق على بعضها او كل حاجة تكون متناسكة مع بعضها خلاص هنا طبعا زي ما انتو شايفين كانت خلصت كل حاجة وبعد كده تعالوا بقى نشوفها في المطبخ وتنظيمها وترتبها في المطبخ اللي كلنا دايما دايما بنبقى حابين نتفرج على الفقرة دي وهي فقرة المطبخ وتغييرها تنظيمها في المطبخ بتاعه طبعا هنا هتعمل روتين كروتين شهري ويمكن اقولتلكوا قبل كده على الروتين ده ولكن احنا كلنا بنتحفز به برضو بيكون عندنا شوية من التحفيز ان احنا يكون عندنا شوية حاجات زي كده تدينا تحفيز في قلب بيوتنا هنا طبعا هتبتدي ان هي تنظم كل البوكوليات بتاعتها وجابة بوكس كده حطت فيه البسكوت ودسبنسر حطت فيه الكورنفلكس وكل حاجة بتستخدمها وبعد كده هتبتدي تنظمها في غرفة الخزين عايزيكوا تقولولي انتو عاملين ايه تمنونوا عليكو كده انا عارفة ان انا غايبة عنكو بقالي كم يوم ومش برد على الكومنتات بقالي كم يوم بس والله العظيم غصب عني الفترة دي مضغوطة جدا فدعوتكم لي كده ان شاء الله ربنا يصطر لي كده الحال ويصطر لي الامور يا رب اللهم امين انا وانتو يا رب اللهم امين فتمنون عليكو حشتوني والله العظيم انا فكرة انا بقرأ كل كومنتي يعني ناس كتيرة ممكن تقولي يا رودي احنا بنكتبلك بس انتش بترد علينا بس والله العظيم غصب عني والله العظيم غصب عني ولكن انا بشوف كومنتاتكم على فكرة انا من الناس جدا اللي انا مش بعمل تجاهل ابدا ابدا للكومنتات لان كلامكو دوت يعني ده شرف على دماغي من فوق وحيات ربنا فازاي واحدة كلفت نفسها وكتبتلي كومنتي كده محفز ايا يكن هو الكومنت اللي هي كتبته كلفت نفسها بس ومسكت موبايلها وكتبت كده كومنت فانا لازم يكون عندي زوء اخلاق ان انا ارد عليها كفاية زوءها اللي هي ردت علي بي فلازم ارد عليها ولكن الايام ده والله العظيم مجهولة فعلا ولكن ان شاء الله سبولي كومنتات النهاردة وانا هرد عليكو في كل كومنتاتكم وهرد عليكو كمان في الكومنتات السابقة اللي مكنتش رديت عليها بس عايزكو دعمكم لها كده باللايك الجميل كده اللي بستمتع به كده بحس كده ان فيه استمتاع والله باللايك ده بصو تعالوا بقى نشوف البرتمونات او الجرات اللي هي طبعا منتشرة دلوقتي اللي الغطة بتاعها خشبي والمعالق كمان خشبي هنا كانت بتقول بتحط فيها التواب الاول شوفان او الحاجات اللي هي بتستخدمها من نسبة لي الحاجات الصحية يعني بيهجبني افكارهم اوي بره يعني كل حاجاتهم بتكون يعني شفافة كده وبيكون باين فيها الاكل ده بتكون حاجة حلوة ومش عارفة ليه ممكن يكون الناس تتفق معايا على كده وفيه ناس لا مش تتفق معايا وبحسهم كمان معظم المأكلات او الاكل اللي هما بياكلوه حاجات تبقى دايما دايما صحية وعندهم حاجات كده ان هما يعلموا اولادهم او هما ذات نفسهم بيجيبوا حاجات يخلي اولادهم ياكلوا حاجات صحية يعني هنا السيدة اللي معينا النهاردة اولا هي السيدة اسمها سيدة فرح فنشوف النهاردة كمان هتعمل يعني نوع كده شكلة والله العظيم احنا ممكن نكون بنجيبه من بره من الاسواق غالي جدا ولكن هي عملته بابسط الامور لأولادها وعملته كمان بكمية وده هنشوفه مع بعض دلوقتي تعالوا بقى نشوف الطقم الطايجر اللي زي ما قلتلكم ممكن في كام فيديو عادهم ان هو نازل موضة دلوقتي مش عارفة هما بقى بيحبوا الفترة اللي احنا فيها دي او بيحبوا الطقم الطايجر مش عارفة هو بيدل عن ايه بس انا شفت اكتر من سيدة سواء في تركيا او في فلسطين او في المغرب او في الكويت والعراق شفتي سيدات كتيرة وكمان والله في الدول الاجنبية شفتي فيها كتير الطقم ده خصوصا الفترة دي يعني مش عارفة ليه هل بقى ده مثلا نازل ترند ولا هو يعني في الفترة اللي احنا فيها دي بس مش عارفة بصراحة المهم هنا كانت غيرت المعالي الجلد شوية وجابت المعالي اللي احنا عارفينها اللي هي الاستلس وداخل فيها جلد شوية وزي ما انتو شايفين يعني بعد ما خلصت الدنيا كركبة كده فهتبتدي برضو ان هي ترتبها وبما ان بقى هي كانت بتنظم كده فهي قالت لا انا هنظم كمان الرف او المكان بتاع الكبيات او بتاع الموجات علشان كان محتاج ان هو يتنظم او يترتب زي ما انتو شايفين والحاجات اللي ملهيش لازمة بتبتدي جيب كرتونة زي ما شفته بتكتب عليها اسماء الحاجة اللي هي بتحطها وانا شخصيا في بيتي يا جماعة عاملة كده ببقى عاملة كرتونة كده حط فيها مثلا صيني حط فيها اي حاجة واقوم كتب عليها ده مثلا طقم كزا او ده طقم كبيات كزا او ده فهميني كده اللي هو عشان لما اجي اطلعها او اجي اعوزهم اتلاقيهم قدامي فهمين ازاي يعني ما عودش بقى فتح الكرتين كلها وجه بص ما تلاقومش في الكرتين اللي انا فتحتها دي بس هنا طبعا خلاص نظمت طبعا المطبخ بما اني زي ما قدتلك يعني احنا كلنا التجديد والتغيير ده بيكون حاجة حلوة اي اكيد كل سيدة مننا فيها نفس الطبع ده لما بيجيب حاجة جديدة او بتحس ان في حاجة جديدة دخل بيتها كده بتمسك المكان اللي هي بتبقى قاعدة فيه وبتبتدي ان هي تنظمه عشان الحاجة البسيطة اللي هي جابتها جديدة دي تخيلوا دي يعني انا كمان من الشخصيات دي قوي يعني لما بيكون في عندي حاجة جديدة او جايبها جديدة بصراحة لأ يعني والله بجد بشيلي المكان وحطه تاني عشان مجرد الحاجة بس اللي انا جبتها جديدة دي تعالوا بقى خلاص هنا بعد ما خلصته هتعمل مكان ركن الشاي او كوفي كورنر هتبتدي ان هي تنظمه وممكن انا جبتلكم مكان الكوفي كورنر ده اكتر من مرة كمان ولكن هو اه بيكون حاجة كويسة احسن حاجة زي ما قلتلكم ان هما استخدمتهم بتكون حاجة حلوة يعني البسكوت بيجيبوه اه البسكوت اللي هو البني اللي بيكون اه بالدقيق الاسمر السكر بيجيبو الحبيبات السكر اللي هي الاسمر مش الابيض ودي بتكون حاجة صحية جدا زي ما قلتلكم في اكتر من فيديو فنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نعمل كده كمان في بيوتنا يعني حتى لو ما احناش هنشتريهم بس نغبزهم عندنا في قلب البيت يعني مثلا تقدر تعملي بسكوت بس تعملي حاجة صحية كده يعني وما يمنعش طبعا انك انت هتعملي حاجة اكيد الحاجة دي هتكون هتكسر النظام او هتكسر الروتين عادي بتاعك ولكن اهو يعني فهميني اللي هو يبقوا تغيير مش اكيد كل حاجة هنكلها مسكرة وانا كلها يعني حدقى كده عشان صحتنا برضو تعالوا نشوف بقى الوصفة اللذيزة الجميلة من اللي بين شكلة كده شكلة ابيض وشكلة اصمر او شكلة غامق هتبتدي كده ان هي تنظمهم على ورق زبدة وتحطهم في قلب المايكرويف او الفرن علشان يسيحهم وكمان هنا آآ بلح او طمر هتبتدي ان هي تقطعها حبيبات صغيرة وشوية مكسرات هتقطعها برضو حبيبات صغيرة وهنا بقى كده بي الخلة كده او بي السويك هتبتدي اتدخل شكلة مع بعضه الغامقه مع البيضة علشان تعمل ماتشنج يعني مع الاتنين وطبعا ده بتعمل بشوكولاتها اهب حاجة ان هي تكون نوعها مضيف وزي ما شفتو جابت بقى المكسرات وجابت جوز وجابت الطمر حطيتو فيها وحطت الرقائق الصغيرة اللي هي بتكون مملاحة شوية آآ وكمان شوية من زي ما انتو شفتو كده البلح وتقريبا ده آآ زبدة الفولو ستوداني مش عارفة او كاربل مش عارفة والله لا زبدة الفولو ستوداني او كاربل وهتسيب هتنشف كده لحد شايفين بقى قالب محترم زي اللي احنا بنجيبه من برا من الاسواق غالي جدا وعملت لهم حاجة كده شوكولات لذيذ وطعم جميل آآ يكون مقرمش انا بصراحة بحب وصفتها وبحب اتفرج جدا جدا على وصفتها لان انا شخصيا يعني آآ بجربها عندي في بيتي وبتطلع حلوة قوي يعني والله العظيم جربت منها قبل كده يمكن وصفتين وفعلا حقيقة طلعوا احسن من بعض تعين شوف هنا بقى ده جهاز كده وكمان فيه النكهات آآ بتاعت آآ هي آآ فيتامين او فيتامين آآ بتاخده في قلب آآ الجهاز ده زي ما كانت القهوة كده بالزبط ولكن هي بتقول ان هو دي حاجة بتساعدها على الطاقة هو فيتامين ولكن بنكهات زي ما شفته بنكهة الفراولة بنكهة البرتقان وبتحطه معايا تلج وهكذا فبتقول ان هو حلو جدا وبتشرب منه طول اليوم وهي ماشية كده بيديها طاقة وده حاجة كويسة يعني الفيتامين والحاجات دي بتكون حاجة كويسة لينا جدا جدا في قلب بيوتنا يعني برضو يعني بتساعد جدا انك انت تكون صحتك كويسة وفي نفس الوقت عندك طاقة لشغل بيتك والحاجات بيتك انك انت تخلصيها ويكون عندك باور كده تعالوا نشوف اخر حاجة هي السفرة او ايوا هان السفرة ويه البوفي وكان جايبه السفرة دي انتوا عارفين ان هي غيرت اكتر من سفرة ولكن هو البوفي او البور هو هو وبما ان هما بيحبوا الاساس الجديد وبيحبوا الحاجات الجديدة والتغيرات الجديدة فزي ما انتوا شايفين جابت طاقم كده لطاقم كرياسي سفرة باللون الوفويت وكمان حبة ان هي الرجول بتاعتها تكون باللون الجلد وتبتلي كده ان هي تحطها علشان يكون الشكل حلو طبعا زي ما قلتلكو الحاجات المبهجة دي بتخلينا دايما نكون عندنا اسرار على الحاجات النظيفة يا ربي تكون الفيديو عجبكو تكون استايدة الجميلة بتاعت النهاردة تكون عجبتكو والحد كده من الفيديو يكون خلص الفيديو بتاعي النهاردة اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعاية الله وحفظوا عايزة رأيكو تحت فيه الكومنتات وما تنسوش دعموكم ليا باللايك اشوفكم في فيديو جديد ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة